موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أيها المبرمجون في السلسلة التعليمية لتعليم البرمجة بلغة الثانكبول سنقوم اليوم بتوظيف جميع ما تم شرحه سابقاً في عمل لعبة تنفيهية هل أنتم مستعدون لتكمل التحدي البنغي؟ إذن قم ببرمجة كائن البطريق وأزرار الاتجاهات بالشاشة الثانية من لعبة البنغي سيبدأ وقتكم فور الانتهاء من العد التنازل التالي نقوم أولاً بالدخول للمشروع السابق لاستكماله وهو البنغي نقوم بالذهاب للسكرين 2 لاستكمال البرمجة نذهب إلى البلوكس نقوم بضبط ترتيب مظاهر كائن البطريق من خلال الكلوك 1 نقوم بالضغط عليها وسحب الأمر التايمر ومن ثم نقوم بالذهاب للكنترول سحب أمر الـ F وتركيبه بالداخل نقوم بالذهاب للمات ومن ثم سحب القطعة التي بينها علامة يساوي الجزء الأول نقوم بسحب الـ GetIndexList نقوم هنا بتغييرها ووضعها أكبر نقوم بالذهاب لللست ومن ثم اختيار قول القائمة نضع الـ GetCurrentList في الوضع الطبيعي راح تكون القائمة الـ CurrentList فارغة بمجرد ما أقوم بحركة معينة مثلا الضغط على الزر سوف تمتلئ وتتغير تصبح ممتلئة إذن الـ IndexList وأصبحت قيمتها 1 راح تكون فارغة بمجرد ما تمتلي أقوم بوضع رقم 1 على الصورة الأولى الصورة الثانية رقم 2 وهكذا نقوم بالذهاب لكائن البطريق هنا نقوم نقوم بسحب الأمر وضعه هنا القطعة الثانية نذهب لللست نقوم بسحب الأمر وضعه هنا القطعة الأولى سوف تكون GetCurrentList القطعة الثانية راح تكون GetIndexList معناته الصورة الأولى اللي هو البطريق أو المظهر الأول سوف يوضع داخل القائمة الحالية ورقم الصورة الأولى هي واحد عرفناه هنا أنها ستكون واحد الصورة التي بعدها سوف تكون اثنين إذن Sit نذهب لهنا Sit Index Index معناته موقع SitIndex نذهب للمات نقوم بسحب القطعة التي بينها علامة زائد نذهب للإندكس نسحب الـ نكرر قطعة الـ 1 ونضعها هنا ما الفرق بين الـ Sit والـ Sit معناته قوم بتغيير قيمة الـ معناته اعرض لي فقط إذن الـ الـ الصورة أو المظهر الثاني سوف يكون واحد زائد واحد هذه قيمتها واحد تم تعريفها بفوق واحد زائد واحد إذن الصورة الثانية سوف تكون اثنين انتهينا من المقطع البرمجي الخاص بـ نقوم الآن بمواءمة حركة الزر مع كائن البطريق نذهب أولاً لزر الـ نقوم باختيار نقوم باختيار نقوم باختيار نقوم باختيار نقوم أيضاً بالذهاب لـ ومن ثم اختيار نقوم بوضعها هنا نذهب لـ ماذا أقصد بهذه الجملة؟ في حين أني ضاغطاً على الزر اجعل الكائن يتحرك بمجرد ما أرفع أصبعي عن الزر قوم بالذهاب لـ ومن ثم توتش أب قوم بنسخ هذا الأمر بدل ترو أضع فولز لوجيك فولز يعني بمجرد ما أسحب أصبعي وقف لي حركة الكائن نقوم بإضافة إجراء نقوم بإضافة إجراء نسميه بالإسم الذي نريد ولكن يختلف عن الإجراء السابق متى وليكن P2 هذا هو الإجراء الثاني نقوم هنا بنسخ هذا الأمر كاملاً نضعه هنا نقوم بتخلص من هذا الأمر نضع القد الخاصة بالمشي ونضع هنا واحد ننسخ هذا الأمر ونضعه هنا لماذا وضعت هذا الإجراء؟ أو ماذا أقصد بهذا الإجراء؟ هذا الإجراء بحيث إذا رفعت أصبعي سواء عن القفز أو عن إخفاض الرأس بمجرد ما أرفع أصبعي لا أريد أن يكون الكائن يقفز طائراً في السماء لا، أريد أن يرجع لوضعه الافتراضي إذن جعلته يرجع لوضعه الافتراضي يكون واقف والإندكس هي الإندكس الأولى اللي هي الصورة الأولى اللي هي الوضع الافتراضي اللي هو المشي نضع هنا نذهب إلى ومن ثم نضعها هنا جرد ما أرفع يدي يفترض أنه يرجع لوضعه الافتراضي نكرر هاتين القطعتين مرتين مرة للقفص ومرة لإغفاظ الرأس تم الانتهام من عملية نسخ القطع البرمجية نقوم بالتغيير هنا لتكون لإغفاظ الرأس دي بي دي بي هنا نقوم بتغييرها لتكون دي آي هنا نغيرها لتكون للقفص إذن يو بي الزر يو بي هنا الجي ال الخاص يوم تغير القفص انتهينا من المقاطع البرمجية الخاصة بالموائمة نقوم بتعديل بعض الأوامر البرمجية مثل في إجراء البي السطر الأول والثاني والثالث والسابع نستبدل العشرون باثنين نضع اثنين أيضاً بمتغير ال-IL بدل لCreate Empathy List نضع واحد لتجريب اللعبة من تست ومن ثم تنكيبول لايف ولتنزيل اللعبة على الجهاز نقوم بالدخول على الأبس ومن ثم داونلود أب بروجيكت AIA to my computer بالختام قمنا اليوم من خلال لعبة البنجي بضبط ترتيب مظاهر كائن البطريق وموائمة الحركة بين الزر والكائن وتجريب اللعبة وتنزيل اللعبة على جهاز الكمبيوتر استمتعت معكم جداً أيها المبرمجون أستودعتكم الله اشتركوا في القناة